اشتركوا في القناة نقوم بعمل صفيحتين واحدة من الزنك واخرى من النحاس ونحضر في كاس خليطا من حجمين متساويا لمحلولي كبريتات النحاس وكبريتات الزنك ونترك المجموعة لبعض الوقت كما كتشوفوا كناخدوا واحد الكاس وشنو كنديرو فيه كنديرو فيه واحد المحلول دي الكبريتات النحاس مع كبريتات الزنك وهذا كلمحلول كنخشيو فيه ونحطو فيه واحد الجوج دي الصفائح واحدة من النحاس كما كتشوفوا هدي من النحاس وواحدة من الزنك بعد واحد المدة شنو كنلاحظو كنلاحظو التكون ديالاش ديال النحاس على فيلس ديال الزنك وهذا هو اللي غدي ندرسوه في هذا الفقرة شنو كيحدث كيفاش كيفاش ان هاد الفلس ديال النحاس تكون على الفلس ديال الزنك هاد الشطرة نتيجة الواحد تفاعل ديال الأكساد اختزال واللي كتعقلوا عليه شفناه في أول درس ديال الكيمياء بين المزدوجتين المزدوجة الأولى شنو هي المزدوجة الأولى هي السيئي دو بليس والمزدوجة الثانية اللي هي زد ان دو بليس زد ان يعني توقع واحد تفاعل ديال الأكسادة كنعرفو ان تفاعل الأكسادة ضروري كيوازيه تفاعل اختزال غدي نبدأوا بتفاعل الأكسادة تفاعل الأكسادة ما هو تفاعل الأكسادة قبل ما نبدأ اشن هو تفاعل الأكسادة تفاعل الأكسادة هو انني نفقد الألكترونات أو أنني أنا نكون منتج للألكترونات على سبيل المثال أن Zn Zn شنو غادي يدير هذا Zn اللي هو الصلب غادي يعطيني في تفاعل دي الأكسادة Zn دو بليس اللي هو مميه زائد جوج دي الألكترونات وهذا هو تفاعل الأكسادة كما تشوفو تفاعل الأكسادة وهذا Zn هو المختازل تفاعل الأكسادة كما قلت هو أنني أنا ننتج الألكترونات ولكن من اللي كانت ننتج الألكترونات في المحلول المحلول ما كيشتش دك الألكترونات ضروري خصوح تفاعل للإختزال تفاعل للإختزال هو أن سائي دو بليس شنو يدير ياخد دك جوج دي الألكترونات ويعطيني سائي اللي هو الجسم الصلب ديالي يعني ضروري دك الإلكترونات اللي كيعطيهم لي الأكسادة ضروري إختزال يكون واحد تفاعل دي الأكسادة ليأخده ما يمكنش الأكسادة يكون بوحده وهذا كنسميه تفاعل إختزال هاد جوج ديال الأنصاف ديال معادلات كيعطوني واحد المعادلة الحاصيلة المعادلة الحاصيلة شنو فيها هو أن السائي دو بليس كيتفاعل معاياش مع زد آن وكيعطيني سائي زائد زد آن دو بليس واتسائي هو اللي تفسر اللي عندي هنا في النواتج هو اللي تفسر التوضع دياله على فيليس ديال الزنك اسميناه بالانتقال تلقائي مباشر علش تلقائي مباشر لأن الإلكترونات كيمشي من النصف المزدوجة ديال اكسادا كيمشي من النصف المزدوجة ديال اختزال يعني هاد الإلكترونات اللي شفتوهم هنا هوما نفسهم يعني هما كيجو دياليكتومو لتفاع الاختزال يعني ما كيبقوش في المحلول لأن الإلكترونات ماكتمشي في المحلول هنشوفو دابا في جوج والانتقال تلقائي الغير مباشر وستخدموا واحد دراسة عمود دانيل ما نأخذه؟ أول شيء محلول 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 يجب أن يكون Z and Do Please ممكن أن يكون بحدها محلول 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 كما تشوفوا هكذا كما تشوفوا هكذا كما تشوفوا واحد صفيحة من النحاس هنجي نكتب عليها سي سنبدأ في المحلول رقم واحد في المحلول رقم واحد في المحلول رقم واحد يحدث الأكسادة تفاعل الأكسادة بمفهوم تفاعل الأكسادة هو أن هذا الفيل الزهد ديال الزهدان يتفاعل واحد تفاعل الأكسادة ويعطيني زهدان دوبليس زائد زائد جوج ديال الألكترونات في المحلول رقم جوج يحدث تفاعل الاختزال يحدث تفاعل الاختزال فهد المحلول رقم جوج اللي هو سائي هذا المحلول هذا اللي فيه سائي دوبليس شنو كيدير؟ كي ياخد لي داك الجوج ديال الألكترونات ويعطيني شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني السائي اللي هو فليس ديال النحاس السؤال اللي غادي تطرح هو هاد المحلول هذا واحد والمحلول جوج ما بيناتهم شي حاجة كتجمعهم هادك محلول بوحده ولكن كيفاش هاد الجوج ديال الالكترونات هادو اللي كنشوفهم هادو مشاوم المحلول رقم واحد المحلول رقم جوج حيط حان شنو قلنا؟ قلنا الاكسادة داروري تكون منورها الاختزال شنو كنديرو؟ اللي كنديرو هو أننا كنربطه بالأسلاك هاد السلك هذا اللي كتشوفو كناخدوه كنربطه وكنديرو مقاوامه وكنربطه معايش مع السائي يعني كنديرو واحد الربط بين فيليز ديال الزنك معايش مع فيليز ديال النحاس كما كتشوفو شنو كترى دابا؟ هنا فهد المحلول مني كترى ليا تفاعل ديال الاكسادة كيتنتجو الالكترونات الالكترونات شنو غديديرو؟ ضروري يخصوم يمشيو لهد المحلول رقم جوج فشنو الطرق اللي متاحة لهم؟ هي يمشيو فهد السلك هذا فهد السلك يمشيو فيه يمشيو فيه الالكترونات الالكترونات ولكن ضروري باش تم هد العملية ضروري كنديرو واحد القنطرة ملحية هد القنطرة ملحية كيكون فيها وحد المحلول عش كات بليس زائد ترواموها هد المحلول هده تيكون في هد القنطرة ملحية وما تيخرش منها يعني تيبقى يتسارف هد القنطرة ملحية كما قلنا تفاعل ديال اكسادة ماذا ترى؟ ترى ان الزائد يعطيني الالكترونات ويعطيني في المحلول يعني يلوح الزائد يلوحها في المحلول ويعطيني الالكترونات يلوح في المحلول يلوح في المقاومة ويرجعوا يلوح في المحلول يلوح فترة ويلوح في المحلول يلوح من المحلول هذا يلوح المعادلة الحصيلا السيئدو بليس زائد الزائد يلوح كي أعطيوني سي زايد زد اند بليس كما كتشوفو هكذا دابا غدي نعطيكم واحد الحاجات مهم منه ولي مبغيكم تحقلو عليهم كينا واحد العلاقات هي الألف ألف ألف خاصية هي الألف ألف هاد ألف ألف شنا هي؟ هي الأكسادة الأنود القطب السالب شنو فهمتني هادي؟ باللي تفاعوا الأكسادة كيكون في الأنود وهو القطب السالب يعني هذا هذا هو القطب السالب يعني كنعطيه إعلامة سالبة وشنو كنسميوه هذا؟ كنوليو كنسميوه الأنود نجيو دابا الاختزال اختزال الكاتودي كاتودي القطب الموجب الاختزال يعني تفاعوا الاختزال كيكون في القطب الموجب وكيتسمى الكاتودي يعني هذا هو القطب الموجب واللي كنسميوه كاتودي كما كتشوفو على هاتشكل هذا دابا غدي نوريكم واحد الرسم غدي يفسر لنا أكثر ها هو كما كتشوفو ها انتو كما شوفو معايا هنا عندي المحلول رقم واحد هذا رقم واحد اللي كنظور عليه وهذا رقم جوج وبناتهم هاد القنطارة الملحية شنو كترا؟ المحلول رقم واحد في هاد المحلول يزد اندوبليس مع اس او كات دوموا والمحلول رقم جوج في اس اي دوبليس اس او كات دوموا اللي كترا هو انه في المحلول واحد كتم تفاعل ديال الاغساذة اي ان هذا الصفحه ديال الزنق شنو كترا لها تفاعل الأكساذة كتعطيني الزيت اين كتلوحها في المحلول وكتعطيني الالكترونات الي كيمشي في هاد السلك وهذا قولنا هو اللي نسميه القطب السالب واللي كنسميه الأنود فهذا الالكترونات مني تيوصلو للصافحه ديال النواحيات شنو كترا؟ هاد.. هادوك يعني فى الناتج كيتعتوني C يعني ان..شنو غادوا تلاحظوهم جميع شنو الملاحظة الي كينا هو ان هات zn بقيت نقص ذاك الصفيحى ديال zn بقيت نقص منها ولكن很 خروفgg والَّن سي BA ياب هدي ملاحظة الملاحظة رقم جوج هو أن هذا العمود دانيال لأنه عبارة عن مدخة للإلكترونات وهذا المدخة للإلكترونات بمفهوم شنية مدخة للإلكترونات هي البطارية بطارية هي اللي تعطينا الإلكترونات دابة بهذا العمود يمكن لنا نخدمه شي ضارة عن طريق هذا العمود وهو مدخة للإلكترونات وكما تعرفون البطارية والمولد هادو هما عبارة عن مدخة للإلكترونات وهذا هو الهدف من هذا الدرس سنزيدون واحد الحاجة واحد الحاجة هي تمثيل العمود كيف يمكن لنا؟ ندير تمثيل العمود ماذا نديره؟ نأخذ الصفائح اللي كينين ماذا كين عندي؟ كين عندي من هنا كين ZN كنجي هنا وكندير C كندير واحد الخطة هكذا وكندير واحد الخطة هكذا وكندير الوسط كندير جوج الخطط متوازين هنا كندير المحلول اللي عندي اللي كيشبه لهذا ZN هو ZN دو بليس وهنا كندير C دو بليس هادي شنو كتسمى؟ كتسمى النصف معادلة ديالاش؟ ديال تفاعل أكسادة وهادي هي نصف معادلة ديال تفاعل اختزال وهذا شنو كيمتلو هادو؟ هادي جوج الخطط متوازية كيمتلو القنطارة الملحية الملحية هادي هنا قد نوقفه في الجزء الثاني هادي نشوفه كيفه كي يخدم هاد الموليد هادي نعطيني الطيار هادي نبقى خدام ديال الوقت يعني هادي نبقى خدام لي مثل اللي درتو فو حدارة وبغيت يخدموا لي هادي نخد ديال الوقت باشي ما يبقاش خدام هادي نحبسه شكراً على المتابعة وكنتمنى يكوننا الإعجاب ديالكم هاد الفيديو وإلى اللقاء في الفيديو رقم شوج موسيقى 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 موسيقى